السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو في هذا الفيديو إن شاء الله راح نحلوه مع بعض نموذج فروض الفصل الأول للسنة أولى ثانوي لجميع الشعب شعبتين العلمية والأدبية نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يفيدكم وتستفادوا إذن هنا رابط تحميل الموضوع راح نحطه لكم في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت بدأوا على بركة الله بسم الله أول حاجة تقرأوا النص النص دائما تقرأوها على الأقل مرتين باش تكون عندكم فكرة حول ما يدور عليه الموضوع وتقدروا تجاوبوا على أسئلة reading comprehension بأريحية إذن هذا النص عبارة عن رسالة إلكترونية قالوا صبت أسمك في الأنترنت حبيت نتعرف عليك ونكتبوا لبعضنا ونتبادلوا معلومات حول بعضنا البعض اسمه مهدي عمره 17 سنة تلميذ في المتوسطة عفوا في الثانوية ويعيش مع عائلته وهم جزائريين يعيشون في العاصمة I have two brothers and sister عندو زوش خوتو وأخت وحدة I am the youngest هو أصغرهم My father is a carpenter while my mother is a teacher باباه نجار ويماه أستاذة During the week في الأسبوع أو في أيام الأسبوع I am very busy with my studies So I always prepare my school work and do my exercises في أيام الأسبوع دائما هو مشغول بالدراسة تعد يوميا ودائما يوجد في فروضه المنزلية وفي دروسه I rarely go out غالبا ما يخرج برة However on weekends I sometimes join friends to play some sports في عطلة نهاية الأسبوع ينظم لزملاء وأصدقاءه باش يمرسوا شوية رياضة I can't wait to hear from you soon قلوا عني نسنا ما نش قادر نصبر باش نسمع منك عن قريب Yours faithfully مهدي إذن هذا النص كان عبارة عن رسالة إلكترونية من مهدي إلى ديفيد سميث عرفوا على روحه ولا نشاطاته اللي ديرها أيام الأسبوع وفي نهاية الأسبوع إذن تقرأوا النص كما قلت لكم مرتين على الأقل باش تشرحوا عفوا باش تفهموا الموضوع تقدروا تجاوبوا على الأسئلة التالية بأرياحية Read the text and choose the right answer The text is an email, an invitation ولا a job application مهدي has two siblings, three siblings ولا known Siblings معنتها brothers Read the text and answer with two true or false or not mentioned Not mentioned معنتها غير مذكورة مهدي is a high school pupil He is the youngest in his family He always goes out He gets good grits Read the text and answer the following questions Who is the sender and who is the receiver شكون هو المرسل وشكون هو المستقبل Where did مهدي see David's name وين القل أسمتا David What does he do on his free time وش يدير في أوقات الفراغ انتعوا هدو كامل تلقاوا الجواب انتعهم من النص ركزوا مليح في النص شوفوا الآن Text exploration Find in the text words that are closest or opposite in the meaning to نشرحو زوش كلمات ونلقاو الثد نتعزوش كلمات The web و pause Never نلقاو العكس انتحا والدس نلقاو العكس انتحا كلمات اللي الوالا نشرحوهم والزوجين نلقاو لهم الثد Reorder the following words to get coherent sentences رايحين ترتبوهم باش تتحصلوا على جمل متسلسلة On usually Friday full stop They out go I novels prefer before bad reading هدو ترتبوهم تتحصلوا على جملتين ذات معنى Combine the following pairs of sentences with the connectors So ask to و in order not to رايحين نربطو الجملتين باستعمال الروابط الاثنين Janie should think carefully She doesn't want to make a bad choice Janie must make a good career choice She wants to succeed in her life رقزوا مليح في الجملتين باش تخدموهم شوفوا التمرين الموالي عدنا Classify these words according to the number of syllables عدد السيلابل في كل كلمة عدنا one syllable, two syllables, three syllables and four syllables الوضعية الإدماجية قللك Nowadays most of the teenagers are using social media such as Facebook and Instagram These social websites have both positive and negative sites قللك رامي استعملوا في الفيسبوك والإنستغرام هذا المواقع التواصل الاجتماعي عندها الجانبين الجانب الإيجابي والسلبي المنافع والمظار Write short production in which you speak about the benefits and drawbacks of drawbacks of social media راح تكتبو وضعية قصيرة وبسيطة حول منافع وأضرار وسائل تواصل اجتماعي You may use the following notes هذا النقاط يساعدوكم Keep in touch with friends and relatives Search easily for information Give your opinion freely Addiction Spread misinformation And increase stress هذا مننا المنافع والمننا المظار إذا تخدموا وضعية قصيرة تديروا فيها معلومات من عدكم ولا تستعينوا بهذا المعلومات إذا هذا هو الموضوع الآن معليكم غير توقفوا الفيديو تحاولوا وحدكم بالنسبة للتلامير اللي طبعوا الموضوع واللي ما طبعوهش حاولوا وحدكم معليش من خلال الفيديو في ورقة مسودة كيتكملوا الجواب انتحكموا كامل قرنوه بالإجابة التالية إذا تابعوا معي الفيديو للأخير نشوفوا الجواب إذا نألحل عدنا ثم عدنا التمرين الثاني عدنا والجملة الأخيرة معانتها غير مذكورة في النص ما ذكرون ناش باللي هو جيد في العلامات الدراسية انتعوا التمرين الثالث نجاوبه على الأسئلة هو مرسل الرسالة هو مستقبل الرسالة المرسل والمرسل إليه إذن دائما لازم تقعوا إذا كان النص عبارة عن رسالة تقرعوا وشكل اللي كتبوا وشكل اللي راح يستقبلوا بش تعرفوا الجواب إذن مهدي is the sender and David Smith is the receiver المستقبل Where did مهدي see David's name وين شافوا أين لقى ولوين شاف اسم مهدي إذن he saw David's name on the internet لقاه في الانترنت What does he do on his free time مش يدير في وقت فراغه إذن he plays sport with his friends يمارس الرياضة مع أصدقاؤه إذن هذه الأجوبة كامل كانت من النص شوفوا الآن الجزء الثاني إذن عدنا the web الشرح انتحه هو internet وpours هو friends وعكس never هو always وعكس oldest هو youngest التمرين الثاني رتبنا الكلمات حتى تحصلنا على الجملة التالية إذن عدنا they usually go out on friday ولا on friday they usually go out ولكن هنا عدنا عند friday نقطة إذن الترتيب يكون بهذه الطريقة الجملة الثانية عدنا I prefer reading novels before bad أنتنا نحب نقرأ قبل ما نروح لفراشي ونرقل التمرين الثالث دلنا هنا so ask to و in order to هنا أقرأ وركزه معايا Jenny should think carefully in order not to make a bad choice ولا in order not to make a bad choice Jenny should think carefully الجملة الثانية Jenny must make a good career choice so ask to succeed in her life she wants هذه النحوها so ask to succeed in her life إذن هنا عدنا الجدول عدنا كلمة secondary تتحط في خانة four syllables فيها four syllables كلمة school تتحط في خانة one syllable one syllable كلمة family فيها three syllables وكلمة teacher فيها two syllables بهذه الطريقة تحطهم في الخانات نروح الآن نشوفوا الوضعية الإدماجية إذن هذه هي الوضعية حول social media إذن nowadays social media became popular in the whole world أصبحت مشهورة في العالم كامل Facebook, Instagram, TikTok and others are more famous than before ولو هذه التطبيقات أو هذه المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي أكثر شهرة من قبل لأنه زادت إنسبة الاستعمال من تحهم this social media sites ولا this social media applications هذه المواقع مواقع التواصل الاجتماعي ولا تطبيقات سواء أنك هنا خلوها sites وهي مواقع ما ندروش applications لأنها تطبيقات has a lot of advantages عندها فوائد بزاف you can reach large audiences all around the world تقدر تتواصل مع جمهور كثير حول العالم you can reach large audiences all around the world full stop it can link countless users at any time everywhere تقدر تربط عدد كبير لا يعد من مستعمل مواقع التواصل الاجتماعية في بلاسة وحدة ولا في محادثة وحدة في أي وقت وفي أي مكان plus on this زيادة على ذلك information could be spread globally through social media نقدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ننشر المعلومات والمعلومات التنتشر حول العالم بسرعة البرق otherwise الجانب الآخر الآن it can hide a lot of disadvantages and drawbacks هذه المواقع التواصل الاجتماعي تخبينا عدة مضارات ومخفيات حول الآذار انتحة social media has the ability to distract students from learning تقدر أنها كما نقولوه تجذب التلميذ ولا تحطموا وما تخليهش يقرأ وما تخليهش يتعلم يقضي وقته كامل في مواقع التواصل الاجتماعي they can lose the ability for face to face interaction يقدروا أيضا يخسروا أنهم كما نقولو ما يبقاوش يتلاقاو كما كانوا منقبل face to face ويتناقشوا ويتحدثوا في مواضح face to face لو كانوا حقنا الوقت ولينا نشوفوا الناس كامل لسق غير في التليفون إذن إذن هنا وضعية قصيرة بسيطة فيها فائدتين وزوج فوائد وزوج مضرات إن شاء الله تفيدكم وتستفادوا تلميذي سنة أولى ثانوية ربي وفقكم وينجحكم إن شاء الله تستفادوا ونفيدكم أترككم في رعاية الله وحفظه وابقوا على آخر